أثار إجبار وزارة التربية موظفيها على التوقيع على تعاهدات خطية تلزمهم بعدم انتقاد أي شخصية سياسية عبر منصات التواصل الاجتماعية استياء الملاكات التدريسية ومنظمة حقوقية والتي عدتها بمثابة خطوة تقيد من حرية التعبير وتندرج ضمن مساعٍ لتكريس سياسة تكميم الأفواه وتشجيع ثقافة إرهاب الموظفين فكرياً وبحسب وثائق مسربة خاطبت مديريات تربية بابل وكربلاء في وزارة التربية منتسبيها في تعميم صادر استناداً على كتاب سابق لوزارة التربية بالتوقيع على تعاهد خطي يقضي بعدم نشر أي شيء فيه تهجم وانتقاد للشخصيات السياسية بذرعة أنها ظاهرة غير أخلاقية فيما توعدت المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية لجنة التربية النيابية رفضت قرار وزارة التربية وعدته خطوة نحو تكميم الأفواه تتعارض وحرية رأي والتعبير والإعلام في العراق فيما تسأل عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن الإجراءات القانونية التي هددت وزارة التربية باتخاذها ضد موظفيها وهل نصبت الوزارة نفسها وكيلا للدفاع عن السياسيين؟ جمعية الدفاع عن الحريات أعربت عن امتعاضها من هذا الإجراء وأكدت أن الموظف خارج مهام وساعة العمل هو مواطن كامل الأهلية ومن حقوقه بل وواجباته أيضا أن ينتقد ويقوم ما يراه من عوجاجا سياسيا أو إداريا ويشهد ملف الحريات منذ سنوات العديد من الانتهاكات كان أبرزها ما جرى إبان ثورة تشرين عام 2019 حينما ألزمت دوائر الحكومة موظفيها على التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في الثورة فضلا عن منعهم من الذهاب إلى ساحات التظاهر بعد تهديدهم بعقوبات إدارية تصل إلى حد الفصل والحرمان من الراتب قبل أن تدوج تلك الانتهاكات بإعمام وزارة التربية الأخير ترجمة نانسي قنقر